أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعوا والذين هم علّهم معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظوا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملم فمن بتغورا ذلك فأولئك هم العدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم مواعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرسون الفردوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من صلالة من طين ثم جعل له لطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتوا ثم إنكم يوم القيامة تبعث ولقد خلقنا فقاكم سبعة رائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنناه في الأرض وإنا على ذهب به لقدر فأنشأنا لكم به جنات من نخل وأعناب لكم فيها فواكه كثرة ومنها تأكل وشجرة تخرج من طور سيناتا تنبت بالدهن وصبغ الآكل وإن لكم في الأنعم العبرة نستيكم مما في بطرها ولكم فيها منافع كثرة ومنها تأكل وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسل نوحا إلى قومه فقال يا قومي عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتاقون فقال الملؤ الذين كفروا من قومه هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأول إن هو إلا رجل به جنة فتربس به حتى حين قال رب انصن بما كذب فأحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا وباحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا فرت النور فاستكفيها من كل الزوجين اتنينها لقل ما سوق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ولم إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقل الحمد لله الذي لجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزل منزلا مباركا وأنت خير المزل إن في ذلك الآية وإن كنا لمتل ثم أنشأنا من بعضهم قونا آخر فأرسلنا فيه رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيرها فلا التقون وقال الملو من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرات وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر ومثلكم يأكلون مما تأكلون منه وشربوا مما تشربون ولئن أطعتم بشر ومثلكم إنكم إذا لا خاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم طرابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعد إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحي ونحن بمبعث إنه إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن من مؤمن قال رب انصرني بما كذب قال عما قرن نسبحنا نادبنا فأخذتهم الصيحة بالحق فاجعلنا مغثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قلونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما استأخر ثم أرسلنا رسلات ترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم واجعلنا حديثا فمعدا لقوم الأمنون ثم أرسلنا موسى وخوهرنا بسرط بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وما لئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا قومهما لنعابد فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمة وآياتا وآوينهما إلى ربوتي ذات قرار ومع يا أيها الرسل كل من الطيبة تعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة وحدة وأنا ربكم فتق فتقطعوا أمرهم بينهم زبراء كل حزب بما لديهم فريح فذرهم في غمرات حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم بهم من مال وبن نسارع لهم في الخيرات بل لا شعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا شكون والذين أتنى ماءة وقلوبهم وجيلات أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غورة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عمل حتى إذا أخذنا مترفهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا وإنكم منا لا تنصرون قد كانت آية تطلع عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا قولا جاءهم لم يأتي أباهم الأولين أم لم يعرف رسولهم فهم لو موكرون أم يقولون بجن بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كاريهم بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كاريهم ولو اتبع لحق أهواءهم لا فسادت السماوات ولا ضم فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير رازق وإنك لا تدعهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا أمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في تغيانهم أعمه ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرع حتى إذا فتحنا عليهم باب غذاب الشديد إذا هم فيه مبنسون وهو الذي أشأ لكم السمع والأبصار والأفذى قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض إليه تحشرون وهو الذي يحي ويميت وله اختلاف الليل والنهر فلا تعقلون بل قالوا أئذا متنا وكنا طربا وعظما أئنا لمبعث لقد عدنا نحن أباؤنا هذا من قبل هذا الأساطير الأول قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السموات السابع رب العاش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتاقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا ير عليه كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من والدي وما كان معه من إله إذن لا ذهب كل إله بما خلق لعلى بعدهم على بعض سبحان الله عما يصف عالم الغيب والشهادة فتعلى عما يشيكون قل رب إما تريني ما يعد لرب فلا تجعل في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعيدهم لقادر إذا فع بالذي أحسن سيدنا نحن أعلم بما يصف وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذر حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجع لعني أعمل صالحا فيما تردت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برسخ إلى يوم بعث فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسأل فمن ثقلت موازن فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازن فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جنة وخالد تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا ولبت علينا شقوة لكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه فريق من عباد يقول ربنا أمنا فاطفر الله لرحمنا وأنت خير راحم فاتخذتمهم سخرين حتى أنساكم ذكر وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائز قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد قال إن لبثتم الله قليلا لو القليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا يرجعون أفحسبتم أنما خلقناكم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله المالك الحق لا إله إلا هو رب العش الكريم ومن يدعو مع الله إلى الآخر لأرهن له به فإنما حسبوا عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزل فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكيح إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينكيحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لمأتوا بأربع شهداء فاجلدهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصدحوا فإن الله غفر رحم والذين يرمون أزوجهم ولم يكن لهم شهداء إلا فس فشهادة أحد أربع شهاداء بالله إنه لا من الصادقين والخامسة أن لعنة الله والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لا من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْهِ عَسْبَةٌ مِّنْكُمْ لَدْأَحْسَبُوا مُشَرًا لَكُمْ بَنْوَا خَيْرٌ لَكُلْ إِنْ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنْ عِثْمُ الَّذِينَ تَوَلَّ كِمَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِمٌ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُهُ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِذْكُمْ مُّبِنٌ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَضْبَعَةٍ شُهَدَاءٍ فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم رحمة في الدنيا والآخرة لمسكم فيما فاطم فيه عذاب عظيم إن تلقونه بأنسنتك وتقولون بأفواهكم ما لس لكم به علم وتحسبون وهينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتمه قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يَعِذُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِبِثْنِهِ أَبَدَ لِيكُوتُمْ مُؤْمِنٍ وَيُبَيْنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ألم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالبحشاء والمكر ولولا فالله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله ذك من يشاء والله سميع عليم ولا يأتى لأولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا للقرب والمساكن والمهاجرين في سبيل الله واليعفو واليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لهم والله غفور رحيم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين ألمون المحسنات الغافلات المؤمنات اللعينوا في الدنيا الآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد علي منسناتهم وإيديهم وعجلهم بما كانوا يعملون يوم إيدي وفهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقول لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون علم ليس عليكم جناح لن تدخل بيوتاً غير بسكنة فيها متع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكمون قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم واحفظوا فرجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنع وقل للمؤمنات يضضن من أبصارهم واحفظ فرجهم لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائي بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو لسائهن أو ما ملكة أيبانهن أو التابعين غير أولي الإرباة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عرات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفن من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين ابتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبهم إن علمتم فيهم خير وآتوا مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتوى عرضا لحياة الدنيا ومن يقرهن فإلا الله من بعد كراهن غفور رحيم ولقد أغزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة المتاقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكاب دري يقد من شجرة مباركة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنور من يشاء ويضرب الله لمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصار رجاجة لا تلهيهم تجارة ولا بيع على ذكر الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله حسن ما عملوا يزيدهم بفضل الله ويرزقوا بيشاءوا بغير حساب هو الذين كفروا أعمالهم كسروا بن بقيعة يحسبه الضمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ففه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكذرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرضي الطرصافات كل قد علم صلاة وتسبيح والله علم بما يفعل ولله ملك السماوات والأرضي وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزدي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فتر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برق يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبا وتلئ للأبصار هو الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزل آيات مبينات والله من يشاء إلى صلاة مستقيم ويقولون آمن بالله وبالرسول وأطعن ثم تل فريق منهم من بعد ذلك وما أولاك بالمؤمن وإذا دعوا إلى الله ورسول يحكوا بينه إذا فريق منهم معرضون وإن يكن له الحق أنتوا إليهم الذعين أفي قلوبهم مرض أم التابوا أم يخافون يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسول يحكوا بينهم ويقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلعون ومن يطعن لها رسوله ويخشى الله واتقف أولئك هم الفائز وأقسموا بالله جهد إيمانهم لأن موتهم لا يخرج كن لا تقصم طاعة معرفة إن الله خبير بما تقوم وتعملون قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن توله فإنما عليهم ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعه تهددوا ما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذي آمن منكم وعملوا الصالحات لا استخلف النوم في الله كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن له دينهم الذين تظلموا ولا يبدلنهم من بعد خوف ممنى يعبدون للعشر كنبي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئسا للمصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذيكم والذين مالكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلو منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جنح بعدهم طواف عليكم بعدكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلو الأطفال منكم الحلم فلا استأذنك ما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته الله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يجون لك فلس عليهن جناح لن يضعن ثيابه نغرب تبرجات بزنة وأن يستعفف نغرب تبرجات بزنة والله السمي ونعلم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ما تأكلوا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عمد بيوتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالتكم أو ماملكم أفاتيح أو صديقكم ليس عليكم جناحنا تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلوا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من ذنب الله مباركة طيبا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يهذروا حتى يستأذنوا إن الذين استأذنونك أولئك الذين أمنوا بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم استغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين تسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما بالسماء والأرض قد يعلموا ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبيهم بما عملوا والله بكل شيء عنيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقون على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات ولغد ولم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دنيا لها تلا خلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضررا ولا نفعوا ولا يملكون مبتون حياة ولا نشرا وقال الذين كافروا إن هذا اللي يفكر افتراه وآعنه وعليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطر أولين اكتتبها فيتملع لبكرة واصلا قل أنزله الذي قل أنزله الذي على مسر بالسموات ولغد أنه كان أن الله كان غفورا رحما إنه كان غفورا رحما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون يتتبعون إلى الرجل المسحورا انظر كيف ضربوا لك المثال فضلوا فلا استطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وآتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبرا لا تدعوا اليوم ثبرا وحدا وادعوا ثبرا كثرا قل أذلك خير أم جنة الخذ التي يعد المتاقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدنا كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم أحشرهم ويعبدون من دون الله فقلوا أأنتم أغللت مع عبادي هؤلاء من ضل السبيل قالوا سبحانك باء كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم آبهم حتى نسوا ذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يضميكم ذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا أكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا أكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم